اللي كنا نحلو الحدود بين الجزائر وبين المغرب راهي اسرائيل غدي تتخلنا عليه الجبغال. اسرائيل ما تتخلون راهي منك. راهي منك ما تتخل العزج ابخالي الكبير. ما تتخل لك الشموك يسير لك السوف ليس ك symbogal اسرائيل ما عندك من ثم وطلع لك من ثم وفي العالم تيتيون انتي من الصهاينا رام لي الصهاينا لي رام في المورادية حقا رب بغي ليجو يتدربهم عندكم منتا الابيب منتا الاي بي بيجي تمي ديا فورماسيون داخل في قصر المورادية تفورميه تفعل تعلمه تحرابيه وتتعلمه اللقتيزة اعبو تعلمه رام مخلوعي فيكم تيش تيجي يجي يدير عندك ويكون يحتل لك ويكون يزضم عليك تغل اكسجين ومعندكش انتي الاكسجين ما عندكش يجي يختلق فلاو انتي مكش قاعد تحل حتى ازمتكش دوار دا معكم انه هادرو سيريوز ما فلا 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 القاضية شوفوا لعدة اسباب لعدة اسباب لا تخدم مصالح العصابة الشخصية عدم فتح الحدود المغربية الجزائرية لا تخدم عدة مصالح لدى الجنرالات المرتزقة ومصالحهم الشخصية نعطيكم امثلة بيش تفهم منها اول شي نتكلموا على الجانب تعل الجنهود وقال تحت ومبعض نجو طالعين اول شي اذا يقول لك يتحجج اذا يتحججون ويحبوا يتهربوا وش يقول لك يقول لك دا اول هنا الزباب غادي عبالله تطلق وش عندها على بالي عبالله غادي تنوض الزباب مرقد اول حاجة رك عارف بلي الجالية نطيك هم نبديو جو متح تنجو طالعين الجالية المتواجدة في الخارج كتشوف يقول لك قد نجيك بالابسط امور البسيطة ونجي طالعين الجالية مثلا المتواجدة في الخارج لهم بالملايين كي تجي تشوف الاحتكار تاع الخطوط تاع البزنسة الخطوط العصابة ولا يست خطوط الجوية الجزائرية مايش خطوط العصابة والبزنسة اللي يبحث عنها العصابة وازلامهم اللي هي ايرالجيري الاسعار راهبة كيجي انترك جازيلي سواء السكف الشرق اولا في الغرب تجي تشوف البري عليك عايش في فرنسا او في العلمان او في اسبانيا تجي تشوف البري من الجي من باري مثلا الى المغرب كازابلونكا او لا تشوف البي يدير ثمانين اورو الى سبعين اورو وتلحق الوعد الاحيان كيكون كين ديه تلحق حتى ربعين اورو لان علاها تم كين منافسة بين الخطوط الجوية العالمية ما كينش غلا الخطوط المغرب ولا وحدها كين منافسة كبيرة كين شركات اللي هنا ومنافسة اوروك معافين منافسة تكسر السوق تشوفها بسبعين ويجي تدور راسك منا تقول لهم بغاينها بطل الوهرن تلقاها مين يا اخويا تقول لنا نهود نهود المغرب ونتخل غير في الماء وجده فطراني في وهرن وراني رابح قريب واحدة 18 مليون او 17 مليون في جي بي واني خازروا له هال اولا لازم يبلع عليك يستعمل الا الحاجة تاعه هو باش يطلح الوقت اللي يبغي ويهبط تشوف اير فرنس او اي غلا زير شركة خطوط فرنسية تشوف البريتا هاقي اشحال تجيبك الجزائر وشوف اشحال نفس الشركة اشحال تديك المغرب مشي كيف كيف يو لانها اي غلا زير قادرتها بتاكن المغرب 50 اورو من فرنسا اما باش تهودك الجزائر لازم لك تدفع 800 نفس لانهم متفاهمين خاوة خاوة كان غير زوج في السوق زوج لازم يزوج يتفهموا مع بعضهم هادي متخد ساعدهمش هادي اللي اقتلوا متعادهمش نهيكة عن التجارة والناس اللي تحب تشلي امور عاديكم بل يشوف كل الاسواق والمصانع الجزائرية الا ووراءها الا ووراءها جنيرال الا ووراءها كل المصانع ووراءها شفتوا بعد ما طرت قتل الحارك بعد ما اخرجوا في الملفات وخرجوا في الامر وكانوا يكذبوا فينا بعد مهم طرتق حيالك ضربة العصابات في بعضها وبعد يبدوا يجبدوا في الوزناوات ويجبدوا هاد وزين تعفلان وهاد وزين دخل في بلد سلال وهاد دخل في بلد سلال وهاد دخل في ود الهابل في بعضهم اما لا يجبروك على شراء المنتوجات فتاحهم حتى هو يطلح لك بمليار ويكون عندك مكان اخر يعني يكون عندك اختيار عندك شوق واحد اخر تقدر تشري من اي منطقة تحب من الجزائر الليبيا ولا المالي ولا كذا مشي كيف كيف نازم تشري عليه هو بالذراع تحب ولا تكره نزيدك خوفا من مشاهدة السياحة اللي راهم عايشين منها المغاربة السياحة حاجة يعني بالنسبة لهم جانب استثماراتي كبير ومدخول كبير عندهم خوفا من مشاهدة السياحة اللي راهم عايشين منها نحن 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 زوج ملايينة وثثمائنة وثمانين ألف وسبعمية ووضا وربعين كيلو ميط. مربع ما عندنا نفس سائح لا لا نحن 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 تليبيزيون و أننا الارهاب scoldظه معي و قطفه وفس evento و كل يوم سنبه كلما تتحب للأهز كلما ينالك و ببكانون كلمة الارهاب ولا توريس رات خارج كون ما يبغي ينعس وليس ينسى هذي خمس قيق يعود عود خرجه خرجه دورها العيد دور العيد دور العيد دور العيد بيعرفوا الجناس بلي انتير دي جينا ولو هذي مجي هاش يا حبيبي هذي تاع الجنينو اذا البلاد مجيش هنا انتير دي جينا ولو هذي مقبرة مجيش هنا انا تجي راح تعليق البرط ايا اذا لو كانت تفتح الحدود انا اتوفو خوتي ديفو انقصر معا خوتي هكا يكون دير لايف ولا انقصر ديفو طريقة هزلية ديفو روح للسيريو ديفو هزلية لابن اللي ديري تعال فيديو ديفو تكون طويلة بحتى الناس ما تعياش ولا حاش وحتى تبسط الامور باش ان نستفهم كي الناس اللي خوتينا لو كانت روح معاهم دي طلع البارة وكي الناس اللي ما تفهمش فشك تهداري وربما لكن كل ما تبسط للناس قال انا الحديث انا في اخر ما تعي فانا نقول دا جاء واني خارج من من دوار وليزم تفهم الناس بها طريقة اللي اللي كي الناس ما نقول للخاوتنا كامل ما مش فهمين كاي اللي يفهمين بيان بيان وكاي اللي ناس لازم 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 تتبسط الى الى حترة الهبط قاعد تحت باش لازم كان اللي ما يفهمش كان اللي كبار كان شيوخها كان المواتنا لازم يفهموا اذا لو يحلوا الحدود ويروحوا الجزائريين ويشوفوا السياحة الناس كيفاش راي عايشة بالسياحة عندنا هنا لازم وفيسم نفسه فارحانين الميترو اطلع! 70000 دوار يطلع دوار عايش في الميزيريا وبالاخر تعالى يطلع البيطرون يطلع البيطرون ي reap ven Έبس لجيوبهم. ما يخرج البيطرون عنيهم ابقى زدها باليورانية ملحبوب بالكعلي أكل دنيا على الأمور كاينة و زيت التنوع طبيعة عندك عندك التضاريس عندك السحاري كي تشوف السحاري تعال الجزائر صنفة الفايدة ما عندكش قعمة ما تهضر كي تشوف خوتنا و حنا ما نحزدوش خوتنا ربي يبرك لهم أشقاء توعنا خوتنا الشعب المغربي ربي يبرك لهم لكن كي تفتحو لك الحدود و تروح تشوف حتى وتشوف تجي في عندهم تجي في بنية تحتية عندهم السياحة عندهم احنا قاعدين قاعدين ما زال ما زال واحد من نص واحد ما يجيكش لأنها عصابة حاكماتك و كل يوم ترويج للإرهاب و ترويج لتنظيمات إرهابية و حركات إرهابية طبعا يأكل قلبك شوف هذه ربما غد يلاحظوها بزاف و يقولوا لي عندك فيها الصح كي الناس بزاف اللي ما يكونوش لا علاقة يكون عندهم لا علاقة بالسياسة لا علاقة بالسياسة نهائيا إن فوين تطلعوا الخارج يقولوا معارضين إن فوين تطلعوا الخارج تطلعوا المعارض أنا عمري في حياتي ما خرجت من الجزائر عايش في ذاك الدوار اللي عرفتوه و عشت في السحارية عشت في النقر إذن أول مرة خرجت خرجت عن طريق تونستون و نصطلعت تركيا أول مرة حطيت في إسطنبول تشوكيت أنا عشت طرحين لقيت هنا و نطلق الفاس هنا و نطلق الرياح هنا و ما نكملهاش يا عصائي هذه هي أوروبا سماي تبقى تتشوك أول حاجة أول ما تخرج من الجزائر تبدأ تعارض في هذا النظر أول ما تخرج من الجزائر تبدأ تعارض في هذا النظر أولا هنا تبدأ تكماري تبقى تكماري تقول أحنا عليهم شي كما هذا هذا بشفايتنا تتبقى الناس هربت تلقى الناس هربت تقول عنا عليهم شي كما هذا وتلقى الناس راحت احنا ما زلنا ما زلنا عليا قال عليكم هيتلر اعطوني جزائري وسيلوه الماني نحرر اه نحرر نجعل اوروبا تزعف وعالو اميليا قلب الصفحة قال عليك الاخر اعطوني ثلاثا من فلان وعلان وقدور سوف اجعلو هادي التنزيد قلب الصفحة قالت وما ربحتو الالمان في اثنين وثمانين وماركوط البطالة اقلب الصفحة يخافوا منا لشناس واسرائي تضربلنا مليون حساب اقلب الصفحة اقلب وعيشون فالعنطاريات قاعد ينفق فيه غيثم انسوف قوف ليه قوف ليه ثم قاعد قوف ليه فيه قاعد انسوفيه هو وزهيت له الحالة هو قاعد قاعد ايه في بلاسة ايه بلاسة ايه بلاسة ايه يكمل مفعولة عزيزة الله مسكيني عاودي عاودي بل اخلف على التواصل الاجتماعي لبعدها شوية حرر التبرديع حرر التبرديع من من البردوعيات واهم النقطة لو يفتحوا لك الحدود ويتلاقع الشعبين ويزور الشعبين بعضهم البعض بطور قانونية كان خاوتنا اللي راهم غار بحرقين في الجزائر ومرحب بهم عند خاوتهم الجزائريين اللي هم يخدموا في ثاني في النوار يخدموا الساكين في البلاط ويخدموا في في خاوتنا الجزائريين اللي راهم خدامين في المغرب ثاني في اللي راك عارف الحدود مستكرة اذا لو يفتحوا لو يفتحوا الحدود ويدخلوا الأشقاء ويعرفوا الشعب الجزائري اللي من هم ربما فئة اللي ما مش عارفين الحقيقة تخاوتهم أشقاءهم الشعب المغربي او الشعب المغربي كذلك يدخل الجزائري اللي منهم فئة ما تعرفش خاوتهم وأشقاءهم في الشعب الجزائري اللي هما كلاهما ضحايا اعلام مرتزق يعرف الشعب الجزائري ان ما كان يتداول في قنوات المخابرات وقنوات الدياراس وقنوات الجنرالات وقنوات العصابة هو نفسه اللي كان يقولوا فيه على خاوتهم القبائل داخل الجزائر هو نفس الشي اللي كانوا يقولوا فيه على خاوتهم القبائل داخل جزائر حتى جعل حراك وأثبت للجميع وطنيات القبيل اللي كانوا مشوههم النظام ومشوههم قونا قنوات العصابة ومشوهتهم القاناة التعليتيمة اللي كان خدم فيها كارين بوسالم وشوهت لهم التاريخ تحهم وشوهت لهم طاورات تتوحهم وشوهت لهم الربيع الأمازيغي وشوهت لهم الأحدة 2001 وشوهت لهم 128 واحد اللي قتلوهم بدم بارد أمام الشعب اللي الشعب عرفهم الشعب تلاقى معهم في العاصمة وكان الحراك لحمة للشعب الجزائري وعرف ما كانت تروج له قنوات المخابرات وتفرقة الشعب الواحد نفس الشي لو يفتحوا الحدود يعرفوا الشعب الجزائري الحقيقة ما يجري أو الحقيقة تعال الأكاذيب اللي كان يروج لها الإعلام تعال المخابرات ضد خاوتنا وأشقائنا الشعب المغربي رغم هاد الهدراء اللي نقولها لكم ربما ربما تجيك بيزا انظروا خاوتكم اللي هم في الغربة انظروا خاوتكم اللي هم في الغربة نتكلمش عن نفسي نتكلم على كل الجزائريين اللي هم في الغربة والذي تلقوا مع خاوتهم المغربة في الغربة سيبهم ساكواطين في دار واحدة سيبهم حراكة يذهب جديد وانظروا جديد والساكواطين ي AMB وتحرق بين دار مغم ما تشملها يدخص في دائرة تلقاههم 3 أو 4 نص تشعب نص جزائري ونص مغربي يوكلوا في معون واحد ويقلوا في مقلة واحدة. هذا النظام ما يحمل هاش. النظام سنوات بحيط غلق الحدود وهو طايع. اضرب بضرب 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 بضرب. سب قول هادو اعداء اعدو كلاسيكي بقي يصطمو عليكم بقي يحتلوكم بقي كتا. العسرعي جات من هي. عسرعي راحت منها. افلان افلان يحوسوا لك يعلالو كان من ايدو كنتم ما عندك سراعات يا سيدي عندكم سراعات من الانظيمة تاعكم. الانظيمة راكم الضاربين. يا اخويا الشعوب شدخلها. خلي الشعوب تعيش في سلام. انت ادر لي كي تقول لي. كي تقول لي. كي تقول لي الحدود البلحها. بارسكو الزطلة تخلي من ثم. ينتوا ما اكبر تجار الزطلة. الحدود راهم بلعها. الحدود راهم سكرها. مين را يدخل كيف للجزائر. ومين را يخرج الصاروخ القرقوبي. كي مين را يروح للجزائر يطلع للمغرب. مين را يفوتوا. انكم عارفين بلينتوا ما الراعي الرسمي للمخدرات. الراعي الرسمي للمخدرات. هما الجنرالات. هذي عرفها العالم والخاص. بلا ما هذي بلا ما رجعوا الى نفس النظام. واش قال بعد ما تفرجلت الفضيحات على الجنرال. قائد الناحية العسكرية الثانية. كامل عبد الرحمن. كامل عبد الرحمن. وهو قائد ناحية محمد. موش غير لي هو ازعمة قابض مصلحة. قائد ناحية يا محمد. قابض 12 ولاية تعجيش. وتغيرت في قضية سيمية المخدرات. هو. والكميسر شيف اسوي تعوهرن السابق. مقراني مختار. والوالي اللي كان في ذلك المرحلة. مقراني مصطافا. وخدمه بالزنجابي لتعشلة. في حمد زنجابي. اللي كان عندها في مدرع الطموبيلات. وكان يخوون الطم بيبيع الطم بيتم سروقين. وبعد قلب بواز طلع. وبعد جاء وخدموا بيه. وكان يفوتوا بيه بالجنرالات متهمية بالكيف المخدرات. عندكم بللي كلهم. ليهم في اللحبات قاعدة يجبدوا لهم التهم مع المخدرات. وعندهم لي برفعليهم. بس لا. لو كان يجبدوا لهم التهم. ما يبقى غير تعملنا. وقال لي. وفي سيد وماتاتا. يقعد يغطي للشعب. يغطي لهذه الأمة. باش نحكش للشعب. ولكن لو كان يجبدوا لهم الحقيقة. ما تخدمهمش. لأنهم يثبتوا بللي الجنرالات. هم راعي رسمي للمخدرات. وما تساعدهمش. شفتوا ألا ما شفتوا أشار وجيل الصفر. هو اللق. هاد متحجوش بهاتش. كيما راك تجيب. في المخدرات. راك تدفع. في القرقوبية. راك تدفع في سيروخ. كيف قاعد؟. من الأخر. إيمالة هذه. من. من بين تقرب الشعوب. من بين. أسباب. اللي تمنع. من فتح الحدود الجزائري المغربية. كذلك. كي خوفا على المصالح الشخصية لهم. مصالح الشخصية لهم. وتنهار. تنهار المصانع لديها. لأنهم على بله بالكبير. إن ناحية مصالحة. ويأتي تشيرين لهم. إن أسعار. أرخص. اللي تدخل على سبتهم ليليا عن طريق سبتهم ليليا الناظر. ابن يصار وجي. سلعة. كي هي ذكي. بينما ناحية مصالحات المصالحات التي تنتهيهم. الدنيا ما صانع تلكهم وليهم امبورتوتيان هاروه محمد هو يبلع عليه كل شيء يشري كل شيء عليه ويمشي كما يحب ما الاخر ما يكون عندك شواء شواء الوحيد اللي عندك هو تنقل من جنرال لجنرال لان المصنع هذا تعال جنرال فلاني وهذا المصنع الثاني تعال جنرال فلاني تهرب من درطح في الاخر ما عندك شواء واحد اخر هذه هي باش نكونوا في الصورة شوفوا هات الصورة توجع القلب حقيقة هذي اللي كم شفتوها في الفيسبوك هذا المسكين هذا الزوالي اللي ما عندوش كم شفتوها هذي كامل اللي ما عندوش فاشي ينقل للولد تاعه ملقاش 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 يعني صورة تدمعوا لها العين صورة شوفوها كم الناس أه هذي الصورة أولى بسألك نوري الصورة ثانية قولك عامل المخزن أحد فويوات المرتزقات على البوليزاريو شوف كيفاش يرفعوا على الأكتاف يرفعوا على الأكتاف هذا واحد من فويوات تاع البوليزاريو قندل بالكورونا في طائرة عسكرية هاو عش كنت نحكيكم على الطائرات العسكرية لما نخصينها طائرات النقل العسكرية خاصة على الخط الجنوبي ويرفعوا على الأكتاف من طرف رجال حماية المدنية المأمورين هذا قرام خدامي الله غالب عليه يرفعوا على الأكتاف ودينة في الأخر ودينة في طائرة عسكرية تقولهم والشعو هذا كله والمواطن الجزائري مواطن الجزائري شوفو فش رفضينا في في كاميونتا هاو هاو الفرق هذك باش ميش يميث هذك باش ميش يميث وعلا الاموات الآخرين فجراكم تدوم فجراكم تنقلوهم هو مزيد يعني الذيروا هذاك باش اصيد والناس الآخرين فجراكم تنقلوه علا الناس الآخرين تدوم في طائرة العسكرية كما هاك على مواطن الجزائي راكم ترفضوه عن طريق الحماية المدنية فوق كتفكم كما هاك انه بتهارضو هاذا كمجي لأي الباش هزيز يابدي هذيك مدرية والمواطن الجزائي راكم تدخلوه العين نعجا راكم تنقلوه في الطائرة العسكرية راكم ترفضوه فوق الأختيف تعال الحماية المدنية راكم تخرجوه لها قاع الصحافة وتخرجوه جاي بله قاحد الناس رفدينها قاحد الرفض ودير له هاد المراسيم باش هاذاك باش ياه والمواطن الجزائي راكم دير له هاك ها اا هام ياسي هالمواطن الجزائي راكم دير لك ما هاك عاله هالبوليزاريو إحنا يا حنا احنا ولدناهم وسينهم احنا ولدناهم وسينهم قاعدين تخسروه فيدرهم الشعب على الفويوات تقيادات البوليخاريو البوليزاريو قاعدين تخسروا فيه فيه في طائرة عسكرية اللي مخصصة لنقل أفراد الجيش لنقل أفراد وعناصر الجيش الشعب الوطني اللي باش يشاوروا ديرهم اللي ديرهم في تين دفتة يلقينهم اللي راكبين مساكين في الكيران يتجرجروا بثمانية وربعين ساعة وصاري فيهم اللي ما صاريش وانت يجيب لي المفرخ تعبت تعال البوليس زيرة وهذا تلقي هذا التوحم والجنير والتوحم ووزير الوزير النامين اش عارف انا ذي ربع خيم عندهم وزير انا ما فهمتش ربع خيم حاطينهم في صحراء ربع خيم ولا خمس خيم ودين لهم بوطة تلسيتي وسبالات عما عندها وزير وعندها طاقة وعندها الناطق الرسمي وعندها مصفارات وعندها هنا ريكم اللي بخالعين ناس راهم بغير دوهم دولة بدراء راهم بغير دوهم دولة بدراء تحب ولا تكره ربعة العيبة دولة خمسة راهم بغير دوهم يا ما نيش عارف انا قلب لكم بالليل رستاك يبغي طرطقل يا قال لكم غيل هذولين قعدون نسرقوا باسمهم ونسرقوا 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 باسمهم يا لكون يبقى واحد يبقى واحد يسرقل في خيمة واحد واحدة واحدة يقول لي هو الوزير هو الرئيس هو وزير الديفاع هو قائد الاعلى القوات للجيش هو الناطق الرسمي هو السافر تاروحه والقنصل بغير تقعدو شديد بالذرع في هذا الخيط خيط على هاي شي دبرو علك ايش دبرو علك وروح يشوفوك ايش واحدين وعدين في ليبيا وروح يشوفوك ايش واحدين في النيجر وروح وروح يزيدو النافيقوا هما تروح راهم عارفين باللي قلتوا بتكمل هاد الفين دقوا راهم يدبرو عليا في المواحد اخر دقوا راهم يحاوس على المواحد اخر في تونس ويدورو عليها نورمال قد هو يروح تونس يقول هيا بنزرتوس فقسو كده راهم بيستقلوا بل اخر بس قلوا احنا ندعموهم خالبا وقلبا سيقاي السعيد يتعوق من راسا يقولوا ما ذا غير بارح كانوا عندي كيف حدثت ايه يبديوه نورمال نورمال معاشرة غير عنه المعاشرين مكهش المهم يلقاهو خيط ولا قانتي يفوتوا معاه وكيدا در نبرك عامل مخزن سيدي مخزن هذا خاصة واحد ينشي يدير لايف در انت في ميزيق انت هذا وكنت هذه دولة ولا مملكة ولا مش عارب هنا يجي خاصة واحد يجي في اللاف يخبرها بلي يقولها بلي هادا رم يسترقوا فيه الناس عم اروح امير اروح شو نعطوك مليار دولار واخده باء كنحولوليك شي مليار دولار باش تدير فيديو في اللايف وكتخبرهم وتقولهم بلي هادا وكذا بدينا على البلزة ماذا زيد را دير بيقاسوس هكا ورا يسمعه في الظهرة مرتبوا يتبون شي تدير مع ابن تراك دير بيقاسوس ورا يسمعه فيك ديرك ترا يسمعه فيك في المرميطة ديرك تيوحلك الكاميرا بالبعيد عن بعد وحلك الميكرو عن بعد يقارع ليها نار روح نديلك فيديو وعاميل والدنيا دي نظمالك نظمها نظمها راكم بيتردوا هذه الشعب بيتنوضوا له القرون هاد الشعب راكم بيتطلع له قرون انت 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 اتوا في طيارة مطراصبه من عيني ان عجله مطراصبه يكيندو في المراسيم وانتوبية قارع الحماية المدنية الدنيا الشرطة العلمية المراسيم الورض اللي الحزن البكايات ان الدابات الرقاصات الدنيا قاعد قارع ثماء والدنيا وقارع اميريقون هنبلي هارهم ويلا سرقوكم ادرك تسرق انتي عيني عيني قدام رب وعباده ذاك اللي يعرف واللي ما يعرفش راح عرفك باللي انت ايا فيويو ورا كتأتيليزي في هادو تا التاعة الفوليساريوز. ما الاخر. اللي يعرف واللي ما يعرفش راح عرفك باللي كتأتيليزي فيهم. طرق صايبينك قعد قدام العالم. يوضي طرق بايدن بايدن. قبض خريطة خريطة جوجل خريطة طرعت خريطة. طلع جوجل خريطة حطها وكتب استاتيوه غيبه اللي بتاع غير عاديك غير باش يوري العالم وكذا راحوا قعد يحوسوا على الخط كاين ولا مكاش الخط محمد علي. هنا مانا رس يتعوق اللي قلق نوات راحوا يجيروا بايدن بايدن احط راحت خريطة روحوا روحوا نجروا روحوا نجروا مقرأوا المقال ما قرأوا شتيقن ما قرأوا عليه شهدر ما قرأوا شتيكتب ما قرأوا له الخط كاين ولا مكاش ليكتعة المقطع هذا كاين شاهفه وقالك هه حمدو الله حمدو الله باش知عر بالاضعاف ديبلوماسيا وسيوسيا وكل شو. كنت تهدر لهم رك عميل رقم واحد في العالم عميل رقم واحد في العالم إنهم مرتزقاء وأنا قلت لك ما يشيغي يتعاملوا مع المرتزقاء تعال بوليساري ورحوا لإيران إيران إيران سقسه هذا البريزيدان قتل تعال إيران لداره جديد قتل ومغتصب وعندها الاختطافات القصرية حبيبهم صاحبهم رحوا يجروا له من آل جي إلى طهران مباشرة تعال حولها الإيران بوليساري ورحوا ده ما مينسقش مقاه ويدير معاك وباقي تدله